ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرنس وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس تناول الاجتماع مناقشات حول عدد من الملفات وتم تأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات وتم تجديد على وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل ليدور المناسبات والتجديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق الثالث من يناير 2021 لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم وتم الاتفاقه على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيه في حالة الامتناع عن السداد وسيتم تحويل المخالف فورا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات وتكتيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4000 جنيه مع غلق المنشآة لمدة أسبوع على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضا وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق وفيما يتعلق بدور المناسبات فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يدبط مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية كما تم أيضا خلال الاجتماع تأكيد على تأمين أكبر حجم من استوانات الأكسوجين لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين وتأكيد كذلك على توفر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج بايروس كورونا والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات وكذا في الصيدليات الخاصة ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية حتى يجدها من يحتاجها خاصة أنها متوفرة كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقا للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة التي تم الأعلان عنها عالميا وبمجرد الانتهاء من تسجيل اللقاحات سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقا للكميات المطلوبة وفي الوقت ذاته تتولى وزارتاء الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح طبقا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية مؤكدا أنها تأتي وفقا لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين في هذه الامتحانات من جانبه عرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموقف الخاص بالجماعات وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية لتعامل مع فيروس كورونا والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة هالا زايد وزيرة صحة عرضا حول أخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا مشيرة إلى موقف حالات الشفاء والإصابات حتى آخر الرصد تم في هذا الصدد وتوزيع تلك الحالات على مستوى المحافظات منوهة إلى أنه ما زالت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقي المحافظات وتتراقت الدكتورة هالا زايد خلال العرض إلى جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التي تتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا خاصة ما يتعلق بتوافر الأسرة الداخلية وأجهزة التنفس وأسرة الرعاية المركزة وأيضا الموقف التنفيذي لدعم القطاع الصحي بالأكسوجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا وما يتم من إجراءات والتي من بينها مراجعة شبكات الغازات في كل من مستشفيات الحميات والصدر والعزل فضلا عن العمل على رفع كفاءة المستشفيات العلاجية إلى جانب ما يتم من تعاقدات مع الشركات الموردة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستشفيات من الأكسوجين المسال وتوفير احتياطيات منه لتغطية تلك الاحتياجات وأكدت الوزيرة خلال العرض توفر مختلف أدوية البروتوكول العلاجي إلى الحالات المصابة بفيروس كورونا وأكداء المستلزمات الطبية بكمية كبيرة تكفي لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم والتجارب التي تتم عليها والدول التي بدأت استخدام هذه اللقاحات لفتة إلى أنه على المستوى المحلي فقد تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا ومناقشة واستعراض الإجراءات التي سيتم تطبيقها في الأماكن التي سيقدم من خلالها اللقاحات وأكداء تصميم هذه الأماكن وما تتضمنه من مسارات سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى أو الثانية وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح موضحة الخطوات التي يمر بها المواطن منذ بدء قيمه بالتسجيل على الموقع الإلكتروني أو الحضور لمكان الحصول عليه وصولا للمتابعة الطبية من خلال العيادات ما بعد الحصول على التطعيم ترجمة نانسي قنقر